فيا أيها الشعب كمل جميلك وصبراً وإذا لم هتيجي المصاري وتغرق في بحر العبيد والجواري وترسم حياسك حسب ما يرتقيك وتملل حواري فسائي وقصاري تسبح بحمدك وتشكر جميلك أيوما ليه؟ لازم كلنا نشكر جميله زي ما بيقول الشاعر الراحل أحمد فؤاد النجب في قصدته الرائعة هنا شقلبان وبصراحة يا حضرات اللي بيحصل في مصر النهاردة أو يومين دول ما ينفعش تتعامل معاه غير بحبة سخرية لأنه عبس لازم تتعامل مع العبس بحبة سخرية وإلا هتطأ وتموت عشان كده لازم تبلع وتعدي وتمشيها من غير السخرية يعني هيحصل لك مشكلة صحية وهيترفع عليك السكر هو أصلاً محدش لقي السكر فحاول تعدي معايا الفقرة الجاية دي بابتسامع عريضة سخرة لأنه اللي جاي ده لا ينفع معاه إلا السخرية خاصة لما تسمع دعوة البازا فندي سائط إعدادية وهو بيقول لك يا أيها الشعب يا أيها المواطن لو معاك جنيه زيادة حطه في صندوق تحية مصر والله العظيم بيقول كده يا رجل وأنتو خليته مع حد حاجة زيادة اسمع البازا فندي بيقول إيه ببساطة كل واحد كل واحد مننا احنا اللي يقدر يتبرع بجنيه يوديه لسندوق تحية مصر مش انحياز لسندوق تحية مصر ولا حاجة ولكن هو الوقتي هو والتكتل بتاع التحالف الوطن العمل أهلي لهم التلاتين جمعية الوقتي اللي شغالين أنا بالنسبة لي الكيانين دول كيانين معروف أولهم من آخرهم يعني هو بياخد الفلوس من المصريين يحط الفلوس للمصريين اشتغل بقى في سكن البديل يشتغل في دعم التعليم يجرؤ ليه بيوت الأيتام والمسنين والبتاع ويوفر فأنا بقيت فاهم بقيت فاهم السندوق ده والجامعيات دي بتاعت التحالف الوطن العمل أهلي لهم تلاتين كيان وجامعية دول الفلوس راحب فين وجامني جزء ده من الحل جزء من حل الاستقرار حالة الاستقرار الاجتماعي اللي لازم تبقى موجودة في البلد ماينفعش حد يجوع يعني بمعنى إيه إنه في ناس معاها الناس اللي معاها في هذا الظرف لازم تسلي بص يا بزا فندي بص يا بزا فندي الناس ما عاش فلوس زيادة بس انت اللي مشغلك عنده طيارة زيادة بتاعت ملكة السماع فإيه رأيك يبيع الطيارة ويحطها في الصندوق بس يعني على فكرة الطيارة تمنها حاجة كده بتاعت 800 مليون يعني هتنفع كويس قوي هي بخمسة بخمسمائة مليون صاج وراحت أيرلندا توضبت هناك قل بحوالي 300 كمان يعني تقريبا 800 مليون جنيه يتحطوا في الصندوق بتاعك ده وبعين الناس تحطوا فلوسها في الصندوق تاني صندوق تحية مصر تاني اللي معلوش رقابة تاني على طول طلع البرلمانين يرموا بيضهم عشان يجروا بقى التبرعات وراهم يعني فطلع بقى زي كده الفلوس بس نقطة الفرح اللي حد بيرمي أول نقطة فالناس وراه حد من أتباع الفرح يجروا نقطة البرلمانين طلعوا يعلونوا التبرع برواتبهم لصالح صندوق تحية مصر آه آه برافو عليهم على الهوى كله على الهوى يا عبا قبل ما نتكلم بقى أسأل ليه بيحصل ده كله لأنه ببساطة جديدة جدا وزير مالية مصر معيط طلع آل كلام عبقري فين يا خالد مؤحد يدور لي على خالد منتصر يا جماعة طلع آل كلام عكس المنطقة يا خالد آه تخيل آل سبب الكرسة اللي احنا فيها دي ايه السندوق آل سببها سياسات اقتصادية خاطئة سندوق النقد الدولي بتوع العلمانيين والليبراليين طلع آل اللي حصل فيه مصر ده سببه السياسات الاقتصادية الخاطئة رسمي خلاص وكل الخبراء قالوا نفس الكلام وزير المالية طلع آل سبب تاني خالد يا خالد منتصر يلزمك السبب ده انت وفاطمة حقود عارف آل ايه آل سبب اللي احنا فيه ده ايه خش معايا كده قالك سبب اللي احنا فيه ده معانا بقى ايه لا 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 وزير المالية رئيس وزير المالية نويني بس وزير المالية الله يخليك اهو قالك يعني الرجل بيقولي ان سبب اللي حصل في مصر ده اقدار الله وليس بسبب اخطاء سياسية يا صلاة النبي سبب خليها يا علي الله يخليك معيت المرحلة صعبة واللي حصل هي اقدار الله اقدار الله وليس بسبب اخطاء سياسية كده ها اللي حصل هي أقدار الله مش البرج الأيقوني ولا الفلوس اللي ترمت في الصحرة ولا الطيارة لمنص مليار ولا آبا بن أسور ولا كل ده ده هي أقدار الله احنا بتقول ربنا يلزمنا تعليقك هنا يا خالد يا منتصر يلزمنا تعليقك هنا على الدروشة وشغل المشايخ ده ولا ايه على اي حال هنا بقى نقول لهم شكرا يا جماعة قوي شكرا عن الروح الحلوة في التبرعات وشكرا انك انتوا عرفتونا ان دي أقدار الله رغم ان محدش بيشوف حاجة من تحيا مصر والناس كلها عارفة ان ربنا الحقيقة يعني مالوش داخل بقصة الفساد والسرقة والهف اللي هف والسيسي وولاده وقريبه لا وعصبته كما تقول الجرائد فهنا لازم نستدي على طول قصيدة الراحل فؤاد نجم تاني بسخرية تسبح بحمدك وتشكر جميلك لازم نقول كده على طول ترجمة نانسي قنقر